يقول ما حكم إيقاف بيتين على الأيتام بعد الموت عني وعن زوجتي ووالدي ووالدينا علما أن لدي ولدي قاسم محمد بارك الله فيك من ميونخ ألمانيا أولا أخي الفاضل بالنسبة للوقف من أعظم الصدقات ومن أفضل القربات والوقف يكون منجز في الحياة لا بعد الوفاة منجز في الحياة لا بعد الوفاة فإذا أوصيت بوصية أنك توقف بعد الوفاة هذه وصية لا ينفذ منها إلا الثلث فقط لا ينفذ منها إلا الثلث فقط وإذا أردت الوقف أوقف الآن في حياتك قل هذا البيت أو هذين البيتين هذا وقف وتسجله تسجله طيب الشرط أنت شرط تشترط لأنك أنت الواقف تقول هذا البيت وقف على والدية يسكنني فيه أو وقف لأيتام مثلا أو وقف لأولادي ما في بأس حتى أو وقف لي توقف على نفسك كل هذا مشروع ولله الحمد والمن فيا أخي الفاضل الآن أوقف لابد الوقف حتى يكون صحيح لابد أن يكون منجز ما يصرح الوقف بعد الوفاة بارك الله فيك